جيران الرضا عالحلوة والمرة قم احلى كلمة بتسلم عليكي امي وبتقولك بتلاقي عندك روبة لبان راحت البركة من البيوت لما الجار صار يسكر الباب وفي جي جاره كانوا زمان سند لبعض بالفرح الجار يفتح باب داره لجاره ويصيروا كأنهم دار وحده ويستقردوا الكراسي والمعالق والشوك والسكاكين في العزايم ولاصمح الله في حالات الوفاة كان الجار ما يفتح التلفزيون شهر كامل او للاربعين ولو فتحه ممكن على الاخبار وبصوت واطي تاخد البنت روبة اللبن وتحكي لها الجارة يعيب الشوم اخرهم بين عزرك ولا تبين بخلك ويعملوا حليب ويحطوا معلقتين لبن ويغطوه بنهار كامل حتى تصير كمية لبن كبيرة وبعدها يسألوا على كيس اللبنة ويردوا يستقردوا كيس اللبنة بعد يومين بلاقي عندك كماجتين اذا عندها بتبعت تلت كماجات لانه عيب تبعت قد بقد واذا اللي ضايرين فتا فيت وارباع او انصاص بتحكي لها تاخذينيش سلامة خيركم والله ما في غيرهم كانت الجارة تستقرد ابرة الملاحف وترجع الابرة مكسور راسها معلش بهمش لانها هي فكت الملاحف وغسلتهم وضاعت الابرة عندها ولازم تعبيهم قبل تنوم يوم الشعبونية كانوا يستقردوا الكفاكير والمغرفة وامرأ العجين ومرات صحون ومعالق وفي مباركة العرس كانوا يستقردوا الكراسي ويعلموهم بعلامة اكس ايش احمر ايش اصود حتى ما يتخربشوا الجيران مع بعض وقبل ما يرجعوهم كانوا يقلبوا كل كرسي ويشوفوا هذا الامين وبموسم تخزين الزعتار عين تراها الغربال بتنقل من جارة لجارة والله اعلم وين صفها باي حارة يستقردوا الدبسيات والصواني ومرات ترجع مقاحطة ومرات مشحطة او بحروق اعها معلش ابسايلش ما هي ارضا وبالعيد يستقردوا اوالب المعمول ويجي العيد التاني وهم لسا عند الجيران ولما يطلبوهم يرجعوا الاوالب بس مش اوالبهم هدول اغمقوا اصغر ونقشتهم غير وبموسم الحج يستقردوا شك الكهارب معلش لو لمبة لمبتين محروقين وثلاثين كسروا معلش احنا اهل والجيران لبعض وتاني يوم الصبح تيجي البنت معها فنجان فاضي بتقولك امي في عندك تلقيمة قهوة ايجو خطاب لأختي حتى لو ما عندها قهوة تقولها هلأ ببعتلك مع الصبي تبعت ابنها عند البقال يشتري قهوة وتبعتها للجارة ولو الجارة طبخة لفت او لخنة بلاقي عندك سنتومة تناولها ثلاث روس تومة وفوقهم حبة ليمون سحون الاكل تتنقل من فوق السور اشكال الوان لانه عايب نرجع الصحن فاضي ولا حدا يبخل على التاني ولا حدا يحكي على التاني حتى لو كان اخر اش عندهم يناولوهم ويقولوا معلش عايب بدنا نبيض وجهنا ويستقردوا معلقتين طحينة للحمص وكاسة طحين ورشة ملح زبدية سكر حبتين ليمون بصلة عرق كزبرة حتى الكبريتة كانوا يستقردوها ويرجعوها نص العيدان محروقة معلش معلش سلامة خيركم ويوم الاستقبال يستقردوا الاراقيل والبرابيش والملائط واذا زيارة فجائية كانوا يستقردوا حبتين فحم مع الشعالة والدخون حتى سشوار الشعر واللفافات والحباسات كانوا يستقردوهم يرجعوا متعجين ويرجعوا ناقصين مش مهم احنا جيران ومنظل اهل وسلامة خيركم كل شي استقردوا من بعد عن حب ورضا وبدون آل وقيل حتى لو رجعت الشغلة ناقصة كانت على قلبهم احلى من العسل ايام الخير والبركة وهدات البال عقبت عليكم بالعافية وريب العزيزي